عرفان يسمونه عرفان نظري وعرفان عملي العرفان النظري يعرفونه هكذا بأنه مجموع محاولات العرفاء والمتصوفة لإنتاج نسخة من فهمهم الخاص للوجود يعني نظرية العرفاء العقائدية والفكرية هذا يصطلح عليه بالعرفان النظري الذي يختص في العقائد ومن أبرز عقائدهم الفاسدة هي عقيدة وحدة الوجود والموجود أما العرفان العملي هو بعنوان آخر وبشكل آخر هو التصوف وعبارة عن برامج يتخذونها وأساليب يتصورون أنها عبادية كالغناء والرقص والموسيقى وارتكاب المحرمات وبعضهم يتخذ بعض الأوراد هذا هو العرفان العملي الذي هو التصوف بالواقع